السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحب نبشركم اليوم ان القوازات المؤشرة وصلت الى عدن وحاليا يتم فرزها وان شاء الله سيتم توزيعها على جميع المكاتب اتمنى لكم حياة سعيدة وان شاء الله كل واحد يستلم قوازه ويجتمع بأهله ويدخلهم بكل سهولة ان شاء الله ولا تنسوا ان الزوجة الان لازم تكون محصنة لا تنسوا هذه الاشياء اي واحد بيدخل زوجته بعد بيستلم القواز مطلوب منك ثلاثة اشياء صورة من شهادة اللقاح صورة وورقة الفحص وتسجيل قدوم هذه الثلاثة الاشياء لازم تعملها سواء داخل بر او قوم طبعا الذي يحتاج انك تعمل لهم فحص الذي اعمارهم من فوق ثمان سنوات من ثمان سنوات موافق هذا لازم تعمل له فحص الذي يحتاج رابط القدوم الزوجة الذي هو محصن الشخص الذي عنده لقاح وهو محصن هو الذي يحتاج رابط قدوم يعني من ثمانة عشر سنة وما فوق هؤلاء يحتاج فحص ورابط قدوم والشهادة اقل من ثمانة عشر سنة فحص فقط لازم يكون عندهم فحص فقط رابط القدوم والشهادة الذي عنده لقاح عمره اكثر من ثمانة عشر سنة هذا الذي احب توضحه لكم يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة